اشتركوا في القناة او ازاي يهاجر المانيا عندها تلت طرق يا اما حضرتك تسافر دراسة يعني يكون عندك وظيفة لا اما حضرتك تسافر ان انت يكون عندك قريب في المانيا يا اما حضرتك تسافر عن طريق عقد العمل النهاردة اخترلك عقد عمل طيب ازاي هسيرك هجيب لك كل المواقع المهمة اللي تقدر عن طريقها تاخد عقد عمل وتكون من ضمن الاتنين مليون اللي بيقدمه يعني لو حضرتك بتتفرج علي من اي بلد تقدر تفوز بنسبة 90% في التقديم ده هنروح دلوقتي على الكمبيوتر ونقدم بس انا عايز اقول قبل ما نمشي ان احنا هنختار بشكل عشوائي 80 واحد من اللي عاملين لايك وعملين كومنت عندنا في الفيديو ده ونبدأ نقدم لهم ان شاء الله لنهجرة في ألمانيا ما تنسوش لايك شير سابسكرايب ويلا بسرعة قبل ما نخش نصلي على سيدنا الناب بسم الله الرحمن الرحيم طبعا في بداية الكلام انا مش محتاج اتكلم عن ألمانيا كتير لاني انا قبل كده اتكلمت في فيديو عن ألمانيا وتكلمت قد ايه ألمانيا بلد هي حلم الناس كتيرة جدا 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 لكل الموازات اللي فيها ألمانيا تقريبا فيها التعليم ببلاش علشان كده هي وجهة لأي حد عايز يتعلم أو عايز ينامي مهاراته ده غير طبعا اني ألمانيا بلد كل حاجة فيها منظمة حتى الهزار فيها منظم يعني هي ألمانيا بلد يعني جازمة لأي حد عايز يعيش عيشة هادية وعيشة رائعة طيب خلونا نتكلم في نفس السياق اللي احنا بنتكلم فيه ايه هي المهن اللي بتعاني ألمانيا فيها في نقص العمالة الماهرة تعاني ألمانيا زي ما احنا شايفين هنا كده في كافة القطاعات تقريبا من نقص العمالة الماهرة والمتخصصة والمؤهلة حيث يتم البحث على سبيل المثال عن طباء وعناصر الرعاية والتمريد إضافة إلى مجال تقنية المعلومات والمهندسين وعلى صعيد التوسع في مجالات الطاقة المتجددة هناك حاجة للمتخصصين في التدفئة وتمددها منذ جائحة كورونا الكلام ده تبحث الشركات في قطاع الفنادق والمطاعم وفي قطاع الجستي والإمداد عن العمالة الماهرة المتخصصة ما الذي يجب القيام به في المستقبل لمواجهة نقص العمالة الماهرة قال لك ضمن إطار استراتيجية العمالة الماهرة تريد الحكومة الألمانية الاتحادية تحديث وتطوير قانون هجرة العمالة الماهرة حيث من المتوقع تقديم المزيد من التسهيلات في مجال الاعتراف الشهادات الأكاديمية وشهادات تأهيل المهني والحرفي من أسس الاستراتيجية الأخرى أيضا التأهيل المهني والتدريب المستمر كلام ده يا جماعة مش مني أنا زي ما انتوا شايفين هو الموقع الرسمي تعالوا بقى نخش للموقع الخاص بالهجرة الألمانية زي ما احنا شايفين كده ده الشكل بتاع الموقع هتلاقينا هتطولك في الشرح بتاع الفيديو اهو الموقع الفيدرالي الموقع الرسمي للمكتب الفيدرالي للهجرة الألمانية التركيز على الإنسان وتوفير الأمانة وتحت الفرص والحياة بص انت عندك حاكتين في عندك الاندماج في المجتمع في عندك اللجوء وحماية اللاجئين طيب دي كده دورات هم بيعملوها للمهاجرين الجلد ده كده الخاص باللجوء وحماية اللاجئين طيب زي ما قلتلك أنا عندي الفرصة النهاردة هتبقى عن عقد العمل احنا هنخش على الموقع ده ده الموقع اللي نقدر عن طريقه نحصل على عقد عمل برضو هتلاقيني حاططولك في الشرح بتاع الفيديو بسم الله توكلت على الله لو نزلنا تحت كده هنلاقي الشكل بتاع الموقع زي ما هو موجود على فكرة تقدر تسجل معايا من الموبايل بتاعك في أقل من خمس دقايق تقدر تسجل معايا من على الكمبيوتر براحتك في الحالتين تقدر تسجل هنقدر ننزل بالراحة كده زي ما احنا شايفين هننزل تحت هنلاقي الوظائف حسب المهنة وظائف حسب المدن نصائح مهنية عمليات البحث الشعبية الوظائف حسب المسمى الوظيفي انا هركز بصراحة على حاجتين وهختار منهم حاجة واحدة اشتغل عليها انا هركز على الوظائف حسب المهنة والوظائف حسب المدن لسببين الوظائف حسب المهنة لان احنا هنختار المهن البسيطة اللي نقدر نقدم عليها بكل بساطة ونتقبل طيب الوظائف حسب المدن دي في حالة واحدة بس لو حضرتك ليك صاحب او صدير او اخ او قريب في اي مدينة فبالتالي هتقدر تختار المدينة وتخش فيها تدور بس دي هتبقى فرصها بالنسبة لي انا شايف ان هي اقل شوية فهرجع تاني للوظائف حسب المهن هاديك المشترات وإدارة الموارد للخدمات اللوجستية التوزيع والبيع ادارة المبيعات التمويل اه تاقم عمل مهندسين لطباء خدمة عامة شؤون الاجتماعية تصميم الابداع الى اخره هنختار خدمة عامة هندوس عليها طبعا هي حولتنا للصفحة دي او الوجهة دي اخر 24 ساعة نازل 1199 وظيفة جديدة ده اخر 24 ساعة بس اخر 7 تيام نازل 10144 وظيفة جديدة تعال هنا بقى لو بصينا هنلاقي مساعد المطبخ في القطاع العام فترة غير محدودة بينهم جزئي اخصائي مطعم مساعد المطبخ مساعد لمدير مطبخ وهكذا هتنزل تختار الوظيفة اللي عجبتك يعني شوف ايه اللي عجبك من ده كله وابدأ اختاره هنا حتى قسم الموارد البشرية كمان هتلاقيه برضو ده قسم موارد بشرية خاص بالمطاعم تمام يعني هنطلع خلين نطلع هنا انا عجبتني اوي وظيفة مساعد المطبخ في القطاع العام اساس مؤقت هنخش عليها فتحت لنا الوظيفة بوس يا سيدي صلي عنها بيديلك هنا شوية تفاصيل تحت بيديلك معلومات عن الشركة اللي حطت الوظيفة تحتها على طول مهامك اللي هي كلها حاجات بوسيطة اوي وساعد في المطبخ العام دعم عمليات المطبخ اليومية تحضير الاطباق تحميل وعدة تعبية عددات الاصدار توصيل الاطباق اعمال النظافة في جميع المناطق المشاركة في الاحداث الدعم في منطقة المطبخ حاجات كلها عادية خالص يعني انت سهلة وبسيطة وتقدر تعملها المميزات اللي هو بيديها لك تمام خلصت قريط خلصت خالص بيسألك في الاخر انت مهتم فلو اه هتلاقيه سيدك العنوان والبريد الالكتروني هتدسل تحت خالص على انا مهتم وبعدها ما تقوله انا مهتم قال لك تواصل مع البريد الالكتروني يعني دخل البريد الالكتروني او تواصل مع جوجل طيب عزيزي المتابع احنا تواصلنا مع جوجل قال لك هل انت لا تبحث فقط عن وظيفه لكن مهم صعب ان انت احب العمل وقصت حرم جامعي مفعن بالحيوية تمام راجع معاك كل الحاجات اللي هو الهالك في الوظيفة وبعدين تحت ده الخطاب بتاع الشركة نفسها يعني بص العظمة انت جوه قلب الشركة تطبيق البريد تقديم طلب عن الانترنت لمتابعة التطبيق اؤكد بمجاب هذا انني قد قرأ شروط الاستخدام موافق عليها اوكي اكد طبعا المرفقات بيطلب من حرارك انك ترفع له السيرة الزاتية بتاعتك وبمجرد ما رفعت السيرة الزاتية هي مهمة جدا 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 السيرة الزاتية بص يا سيدي انت مبدئين بيطلب منك هنا يرجى تحميل مستندات التطبيق كاملة في رسالة تعريف اللي هي انت بتكتب له بتقول له انا كذا وبكتب لك كذا في السيرة الزاتية المراجع الوظيفية شهادة اتمام صورة شخصية ليك طيب انا اللي مطلوب مني هنا ايه الحقول اللي الزامية السيرة الزاتية مهمة جدا بعد ما رفعت السيرة الزاتية بتاعتي تمام بعد ما رفعناها هيقول لك تحقق وارسل الى هنا عزيزي المتابع احنا وصلنا لمرحلة ان احنا خلصنا هنيجي هنا هنقول له يرسل الى هنا وقر انتهينا مش عايزين نفكركم ان احنا ان شاء الله هنختار بشكل عشوائي اه تمانين واحد نساعدهم في التقديم بشكل مجاني طيب هنختارهم ازاي احنا هنشوف اللي عاملين لايك وكومنت وهنشوفهم طبعا لازم يكونوا متابعين للقناة فكسف الكومنت بتاعتك ساعد غيرك ان انت توصلوا الفرصة ديت اعمل شير على صفحتك شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا